اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشرق الاستراتيجي من حوض دونبس تقترب العملية الروسية من تحقيق ابرز اهدافها لتسلب الغرب الاطلسي عنصر استفزاز وتهديد مباشر المعارك في اخر جيوب القوات الاوكرانية في لغانسك قد لا تطول مجبرة ربما تجد نفسها على الانسحاب من كبرى مدن المنطقة شرق اوكرانيا الاستراتيجي حلقة محورية في العملية افيد دونبس معركة من اجل امن الوطن اكدها الرئيس الروسي في يوم النصر على النازية بكل ثقلها وسلاحها واموالها حاولت القوى الاطلسية اطالة امد المواجهة حين رأت معادلات القوة لغير صالحها الة تضليل وتمويه وتحريف حقائق فضحتها صور الميدان وواقعه الشرق مدخل الحسم ولجغرافية المنطقة دور اساسي في تحديد عناصر المواجهة ومسارها ومستقبلها امام هذه المشهدية سنترح سؤالين اثنين اولا اي اهمية استراتيجية لمنطقة شرق اوكرانيا وثانيا كيف ينسحب الانتصار العسكري شرقا على السياسة وفي مسار المواجهة للحديث اكثر يسعدني انا الصديفة السيد سرجي شاشكاف الخبير العسكري وهو معنا من موسكو سيد سرجي اهلا وسهلا بك معنا بداية ماذا يعني ان يكون هذا التقدم اولا سريع وثانيا ماذا يعني ان يكون في لغانسك شرق اوكرانيا كيف يقرأ بالميدان السلام عليكم جميعا وتحية تيبي من موسكو ما يجري الان في دونباس عبارة عن تحقيق وتجسيد المرحلة الثانية من المعالية العسكرية وتم اعلانها قبل عشر ايام تقريبا وتج المعارك في تلك المنطقة هو تحرير مدينة ماريوبل بالكامل واصبح بحر ازوف بحرا داخليا روسيا بالكامل بما في ذلك ميناء بردانسك وبالمناسبة وصلت اليوم الى ماريوبل اول سفينة تجارية لتحميل البضايع الفلاذ من معمل ماريوبل اضافة الى ذلك كانت هناك اجازات مهمة تكتيكية اخرى مثل تحرير محافظة خرصون حيث الان يتم تحقيق الادارة المحلية الموالية لروسيا وتم دفع الرواتب وغيرها من المستحقات لأهل المنطقة بالعملة الروسية وتم تحويل مفتاح المحافظة من اوكراني الروسي نفس الشيء يجري تقريبا في جزء من محافظة زباروجيا ومحطة الطاقة النووية في زباروجيا ايضا تحت السيطرة التمة من قبل الكوات الروسية يعني هناك نتائج ملموسة وملحوظة اضافة لذلك المقاتع الشامل لميناء اوديسا وعلى طول السواحل الاوكرانية واذا نجعل الى سلب السؤال بمنطقة دونباس فهذه هي المنطقة حيث تجري الآن المعارك الحاسمة بينما تبقى من الكادر المحترف للجيش الاوكراني والقوات الاتحادية المقصود بها الجيش الروسي والوحدات المسلحة لجمهوراتين دونيسك ولوغانسك علما بان هناك تفوق في القوة البشرية التفوق الاوكراني في القوة البشرية لان اقدمت الادارة الاوكرانية على تجنيد اهل البلاد خمس مرات يعني النسبة الآن تقريبا 700 الف من الجانب الاوكراني و200 الف من قبل الكوات الاتحادية مع ذلك بفضل التفوق الشابي في السلاح الجوي والبدفعية والدروع فالجيش الاتحادي يتقدم وبشكل كبير جدا وأصبحت الوحدات الاوكرانية في تلك المنطقة تحت خطر المحاصرة الكاملة وبثم القضاء عليها لذلك أمامهم خيار واحد إما الانسحاب وبأسرع ما يمكن أما سوف يتم تكبيت تلك الوحدات وبشكل سريع سيد سرجي واضح أنه عندما أصبحت الأمور بهذه المنطقة جغرافيا أتحدث واضح يبدو وكأنه في تغير بالخطط العسكرية حتى أصبحنا أمام هكذا تطورات متسارعة وبالتالي ما مصير لوجانسك بعد هذه السيطرة تقول أوكرانيا أنه لن يتمكن الروس من السيطرة في هذه المنطقة تقريبا 90% من مساحة جمهورية لوجانسك الشعبية تحت سيطرة الحكومة الذاتية نفس الشيء ينطبق على جمهورية دونسك ولا شك في أن هاتين الجمهوريتين سوف تندم إلى روسيا الاتحادية لاحقا وهناك تصريحات رسمية من قبل إدارة دونسك ولوجانسك ربما يكون الاستفتاء ربما يكون طريق آخر ولكن من الواضح أن هاتين المحافظتين السابقتين والآن جمهوريتين مستقليتين سوف تندم إلى روسيا نفس الشيء بالنسبة لكرسون الإدارة الجديدة لكرسون قالت عبرت عن نياتها باندمام إلى روسيا وجزء تم تحريره من محافظة زفاروجيا أيضا هناك نوايا واضحة لاندمام يعني كل ما أكثر تستبير العمالية كل ما أقل تكون مساحة أوكرانية تبقى منها شيئا بعد رغبة بولونيا بضم خمس محافظات غربية على حدودها ابقى معنا سيد سرغي مكاسب ميدانية كبرى حققتها القوات الروسية في شرق أوكرانيا فيما يعد امتدادا لواجهتها الجغرافية فأين تتركز المعارك الحاسمة الآن الميدان الأكثر سخونة يبدو اليوم في سيفيرو دوناتسك هي أكبر جيب متبق للقوات الأوكرانية في المنطقة ومع تقدم القوات الروسية تبدو القوات الأوكرانية أمام خيار حتمي هو الانسحاء ضربات روسية مكثفة تسهدف المناطق الواقعة على الطريق الاستراتيجي إلى الجنوب الغربي من المدينة وإلى الغرب منها منطقة ليمان التي باتت تحت سيطرة الموالينة لروسيا منها يتم التقدم نحو سلوفيانسك إلى الجهة الجنوبية الغربية هذا التقدم هدى له اختراق القوات الروسية الخطوط الأوكرانية في مدينة بوباسنا الأسبوع الماضي وهي تسيطر على عدة قرى شمال غربها بإقرار من الغرب الأطلسي الحسم شرقا ليس أساسيا لروسيا على المستوى العسكري فحسب وبمعزل عن الخلفيات التاريخية المرتبطة بأصول قوميات سكان تلك المناطق فأن جغرافيتها تجعلها ذات أهمية استراتيجية لروسيا في حماية أرضها وأمنها القومي فيما كان يريده الغرب الأطلسي قاعدة انطلاق من أجل تهديد روسيا والضغط عليها أعود إليك سيد سرغي ولذي تطورات الميدانية اليوم كيف سيتم استغلالة في المفاوضات ليس فقط مع أوكرانيا إنما مع الغرب كله كما تعلمون حصل اليوم الاتصال الهاتفي بين الرئيس بوتين وزعيمين الفرنسي والألماني وكانت هناك محاولات جديدة للغرب في الضغط على موسكو وإجبارها على حل هذه الأزمة ديبلوماسيا علما بأن موسكو من أول بداية العملية صرحت بأنها جاهزة على مناقشة هذه الأزمة بشرط تطبيق الشروط الستة وهي منطقية وبديهية يعني موسكو لن تتحمل المخاطر الاستراتيجية على حدودها مباشرة ولن تتحمل بعد توسع حلف النيتو شرقا وهناك أيضا أربعة شروط أخرى وكيف فرضتها كلها الآن الغرب من ناحية يطلب من موسكو مواصلة الجهود الدبلوماسية وبآن واحد يزاود أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة وخلال الأيام الأخيرة هناك أخبار تثبت بأن وصلت لأوكرانيا طائرات نوع سخوي 25 وأيضا وصلت سمتيات حوامات 107 رجل بالمناصبة هي نقطة مهمة لأنه أصلا هذه طائرات روسية الصنع وكانت مخصصة لتسليح الجيش الأفغاني والولايات المتحدة دفعت ثابتها بالكامل ولكن في آخر اللحظة غيرت قرارها وبدلا عن أفغانستان أرسلتها إلى أوكرانيا لمكافحة الجيش الروسي هذا هي محاولة الغرب في تحويل المعركة إلى حرب الاستنزاف ويستغل الغرب أوكرانيا كورقة في لعباتها ضد روسيا أملا بإدعافها وإخناكها وهذا هو أحد الأسباب لأن روسيا لم تعلن بعد التجنيد ولم يدخل في المعركة النسك الثاني يعني لحد الآن على مدى ثلاثة أشهر القوات المسلحة الروسية التي تقوم بالعمليات الأسكرية في أوكرانيا هي النسك الأول فقط تحسبا لاستدام بقوات الناتو وهذا أخثر بما أنك ذكرت الناتو سيد سرجي بعد شهر في اجتماع للناتو وكأنه واضح اليوم حسب المصادر أنه روسيا تسعى إلى هذا الحسم ميدانيا قبل انعقاد هذه القمة التي تسعى روسيا بحسب المصادر على أن تكون لا مكان فيها للرئيس زيلنسكي وربما بدأت ملامحها من الاتصال التلاثي اليوم نعم بالفعل عدم انضماء بوكرانيا لحلف الناتو هو من أحد الشروط الستة من أول بداية الأزمة الراهنة وبالتأكيد روسيا تعارض أي إجراءات رامية إلى ضم موكرانيا للناتو وهناك تصريحات عديدة صادرة من كييف لأن هذا هو الشرط الرئيسي والأساسي لوجبات الغرب في دعم موكرانيا في مواجهاتها مع روسيا ولكن أعتقد أن العين بصيرة واليد قصيرة لكن هل اليوم الحسم؟ يعني في شيء منه من قبل روسيا هو كي يكون من هنا بعد شهر حتى اجتماع هذه القمة يكون له تداعيات ما يجري بالميدان تداعيات على هذه القمة؟ أعتقد أنه في حالة تحقيق النجاح الكبير في منطقة دونباس يعني إذا صار هناك انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة سبيردونيسك وغيرها وهذا عبارة عن هزيمة الجيش الأوكراني في جمعة القتال فبالتأكيد تكون مواقف روسيا أشد وأقوى وكيف ستخسر كثير شكرا لك سيد سرغيش أشكاف الخبير العسكري كنت معنا من موسكو على أكتافها كفية فلسطين مشهد اليوم يختصر الوفاء والانتماء لقضية وفكر ثوري من مناضلة يابانية دفعت 21 عاما من عمرها ثمنا لنصرة فلسطين فوساكو شيجينوبو عانقت الحرية ولم تنجح سنوات الاعتقال في دفعها للتخلي عن القضية مؤسسة الجيش الأحمر تم تصنيف نشاطها في خانة الإرهاب وهي التهمة التي تلاحق أو تلاحق كل مناصر الحق المطلوب الآن هو تطوير التضامن الثوري العالمي وليس ذرف الدموع وفق مقولتها الشهيرة فهل يسمع تجار القضية؟ الذريعة سياسة صفر كورونا والهدف نقل الأموال والاستثمارات والصناعات من الصين إلى الولايات المتحدة ليس غريبا التحرك في هذا الاتجاه في وقت تصاعد واشنطن على جميع المستويات ضد بكين وتبحث عن ورقة ضغط لتقويد من ترى فيها التحدي الأكبر أمام النظام العالمي الذي تريده فكيف تستغل الولايات المتحدة الأزمات لتنشيط بيئتها الاستثمارية وخدمة أهدافها السياسية للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا نائب رئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية السيد بيير الخوري سيد بيير أهلا وسهلا بك معنا لكن ابقى معنا لو سمحت الانسحابات وأثر بالأرقام في هذا العرض ونعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيد بيير أعود إليك وأجدد الترحيب بك لماذا تعتبر أو يعتبر كثيرون أنه موضوع كورونا هو ذريعة ولا يمكن اعتباره بالتالي سبب طبيعي هلأ هي المسألة إلى أبعاد متشاعبة فيما هو حقيقي وفيما هو سياسي ما هو حقيقي أولا أنه الشركات الأمريكية أيضا عندها مشاكل لوجستية خاصة من ناحية تحركات المدرى التنفيذيين في الصين في هذه الفترة نحن نعرف أن الصين حافظت على سياسة صفر كوفيد حتى مع توسع أوميكرون بالفترة الأخيرة وهذا خلق قيود من ناحية تاني اليوم هني عم بفكروا أن الصين صارت بلد نسبيا غالي للتصنيع لأن الصين عملت نقلة تنموية كبيرة ومستوى المعيشة ومتوسط دخل الفرد بالصين كبر لذلك بتحس اليوم الشركات الأمريكية عم بتروح على فيتنام أكتر عم بتجرب تستثمر بالهند أكتر عم بيقولوا الخيار الأمريكي الأساسي هو مكسيك مكسيك اليوم اللي صارت الأجور فيها قريبة تقريبا يعني زيادة شوي عن متوسط الأجور الصينية هذا من ناحية الحقيقية أما من ناحية السياسية نحن بنعرف يعني المسألة بدأت مع دونالد ترامب اللي حكي مع الشركات العامة الكبرى بأمريكا أنه لازم ترجعوا على الصين وقتها صار مشكل كبير بينه وبين أبل إذا نتذكر لأنه أبل إذا بدأت ترجع من الصين مش إلى الصين إلى الولايات المتحدة في هيكل أكلاف كبير عم يتوسع معه بالحقيقة نحن ما فينا ننظر لهذا الشيء بعوامل ظرفية العوامل الظرفية مؤثرة اليوم مثل كوفيد ومثل الخيارات العمالة لأنه العولة ما بتقلك أنه هذا السوق يجب أن يكون مفتوحا إذا عندك فرص بأمكانة أفضل للاستثمار لازم تروح عليها أيضا الصينيين عم يظهروا براء الصين كمان هذه ظاهرة أنه الصينيين عم ياخدوا لأنه سلاسل التوريد تبعيتهم اليوم هي شبكة ممتدة عبر العالم وفيه شركات صينية تصنع بره وصار عندها مراكز أو عندها مراكز إمداد والإمداد هو بالنهاية عملية تصنيع بشكل أو بآخر الخطر ستنا بهالشي هو إذا بدك الرغبة السياسية بالاستفادة من ظروف مؤقتة لتحويلها لمشروع اقتصادي عام بدأ مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة واستكمل مع الرئيس بايدن بالمزيد من الفصل بين الاقتصادين الصيني والأمريكي عم تحكي عن استغلال الولايات المتحدة من يستغل طبعا طبعا فيك تشرح لنا أكتر عن هاي الفكرة النقطة اللي حكيتها يعني اليوم هني عم بيحطوا يشجعوا للشركات وبدون يشوفوا شو عاملين استثمارات يعني أنت كم مليار صورت صارف يعني شركات التكنولوجيا كلها عم يسألوها أنتو كم مليار صورت صارف لتعيد توطين توطين صناعتك يعني هذا بيقل له صارف عشرين بليون دولر وهذا بيقل له عشر وسنتجينة ويصرفها الأدية صار جزء من ثقافة البزنس الأمريكاني هو الانفاق على إعادة التوطين وتسويق فكرة أنه نحن اليوم هؤلاء دولي الصينيين في عندهم مشكلة بشي جيانج انتعار في مشكلة الدعاية الغربية حول وضع الإيجور في شي جيانج وهم بيقولوا أنه نحن شركات الأمريكية اليوم صارت متلبسة لموضوع المسئولية الاجتماعية وأنه هذا موضوع الإيجوريين عم بيأثر على الرسمة لتبع شركاتنا لأنه في ناس عم ترفض أن تدخل لأنه فيها المسئول طبعاً هذا أنت اليوم مثلاً أكتر شي طرحت موضوع الإيجوريين شركة مثل شركة نايكي يعني الشركة المتهمة تاريخياً بموضوع السويتشوبس عبر العالم وخاصة في فييتنام لاستغلال الأخصى للعمال يعني ربما منستغرب أنه هي تكون هالقد حساسة اليوم لا مش للإيجور لا الدعاية الغربية حول الإيجور يعني كلنا حساسين لموضوع أي قومية صغيرة بأي جزء من العالم لكن الدعاية الغربية إذا بدنا نحكي بآخر نقطة معك حول يعني إذا في أسباب لوجستية بس أدي نسبتها وأدي نسبة إذا بدنا نحكي عن أكتر من هيك عن ضرب أو محاولة ضرب الاقتصاد بالصين أدي كمان هذه نسبتها أشوفي هلأ حتى الصينيين اليوم مش كثير عم يعني عم بيفتحوا أجواء الاستثمارية بس مش كثير عم بيراعوا حساسيات خاصة للشركات خاصة بقطاع المعلومات يعني اليوم في قوانين جديدة بالصين في هاي الشركات بدأت تكشف كيف تستخدم معلوماتها ولأي أهداف وإلى آخر الأمريكية عم تحكي بس الأمريكية طبعا خلاش الأمريكية والدولية بس أكتر شي بخاف الأمريكان لأنه انت عارف تجارة الداتا وإعادة استغلال الداتا هو جزء أساسي من عمل شركات تكنولوجيا الأمريكية عبر العالم وهذا ما ناسبهم يعني ماهني جزء من خروجهم جوجل عم تظهر يعني هلأ كان عنده مكتب عم بتخفيف وإلى آخر يعني كل كبار عم بيخففوا الشركات تكنولوجيا من الصين لكن إذا بدك هون حتى الصين بادرت أنه أنا هالطريقة اللي بدكن تفوتوا علي فيها ما تقولوا لي أنتوا المعلومات كيف عم تستخدموها أنا ما بقتمشي عندي هذا بدلك من ناحية أنه حتى الصينيين ما عادوا مرتهنين لشراكة التصنيع مع الولايات المتحدة وأيضا الصينية عم بيزيدوا اليوم يعني رغم كل الظروف الصينية عم بيزيدوا الاستثمارات المباشرة استثمارات المباشرة الأجنبية المباشرة عم بتزيد بالصين وعم بتزيد على قاعدة أنها كانت خلال أربع سنوات عم تكبر بس سؤال اللي مع أمريكا فيه منه فيه شي منه الكلام صحيح أنه هو يعني اللي عم بيصير بهذا العالم التجاري والاقتصادي والمالي فيه شي منه أنه انعكاس للتوتر بين الدولتين أكيد 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 أقول لك أنا فيه تشجيع سياسي اليوم فيه تشجيع سياسي للشركات الأمريكية لإعادة التوطين سياسي وتعادة التوطين لأطلقها ترامب وكمل فيها بايدن بس أنا عم بيقول لك من ناحية الصينية هني كمان اليوم ما بقى متأثرين هالأدة بحضور الشركات الأمريكية فيهم كل شي بيزرجهم لأنه هاي سوق مفتوحة بتعرفي أنت وعملوا كتير إجراءات لتشجيع الاستثمار بس أنا اللي عم بيقول لك هي لا يمكن ابتزاز الصين بدليل أنه الصين عم بتطلع تشريعات يا بتشتغل عندي هيك يا أما أنا ما فيه خليك عندي يعني نتبهي لوين النقطة اليوم الصين إذا بدك لنحيي بس هالنقطة بشكل سريع الصين اعتمادة على التجارة الخارجية بالأخير هاي شركات عم ترجع تعيد التصدير خارج الصين هو 20% بمعنى عند تصدير 20 عند استيراد 18.4 يعني وهي عم بتشجع أكتر الاستيراد يعني عم بتخف من ناحية الهيكلية عم بيخف حاجتها لشركات تفرض عليها شروط سيئس كل الشكر لك سيد بيير الخوري نائب رئيس الجمعية العربية الصينية لتعاون والتنمية على المشاركة معنا المشهدية انتهت إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى